اشتركوا في القناة 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 مدام في اطار او ليه حدود معينة من الاحترام المتبادل اي تخطي للحدود اي حاجة تودي الفكرة التعصب لفكرة فتنة احنا ضدها بشكل تام لكن لما يحصل ده لما يحصل ده من ناس مفترض انها محترفة من ناس قوام شغلها او قوام عملها الاساسي الاحتراف الموضوعية ده شيء مش مقبول الحقيقة في ناس كتير جدا مش عارف اقولي اي مش تقلل وصفة او مش تقلل كلمة المناسبة اللي حاولت يعني تقلل من شأن النادي الاهلي بعد خسرته من فلاومينينزي وحاولت الحقيقة انها تكسر في فريق اعتقد انه الكل اجمع غير الاهلوية قبل الاهلوية انا شفت صفحات والروابط اندية وشفت مشاعر كويسة جدا من جميع نادي الزمالك قبل وبعد يعني قبل مطش الاتحاد جدا وبعد مطش الاتحاد جدا شفت من نادي الاسماعيلي شفت من نادي كتير جدا من نادي الاتحاد كلهم الحقيقة كانوا في ظهر النادي الاهلي وده شيء عظيم الحقيقة وشيء مفترض ان احنا يعني نركز عليه او نسلط عليه الضوء عشان يبقى اتجاه انه جماهير الكرة في مصر او جماهير الادة في مصر في ظهر اي اسمه اي نادي بيشجع او بيلعب باسم مصر بره والقصة هنا يعني فكرة انه فريق من العواجيس كتير بالنادي الكلام ده لا يليق الحقيقة انت في الاول والاخر بتتكلم على بطل كوبا ليبرتادورس بتتكلم على بطل البرازيل واحدة من اهم ان لم تكن اهم قوة عظمى في كرة القدم بتتكلم على بطل تفوق على كل ابطال قارة امريكا الجنوبية بما فيها بقى البرازيل والارجنتين وكولومبيا وتشيلي وباراجوي وأورجوي وغيرها 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 فانت بتتكلم على فريق محترم كون الاهلي الحقيقة كون الاهلي اظهروا بالشكل ده كون الاهلي كان اكتر من ند بل انه تفوق في اوقات كتير جدا من اوقات المباراة وللأسف ما قدرناش نترجم لاسباب او لاخرى مش وقت الكلام عنها ده شيء ما يقللش ابدا من مجهود النادي الاهلي عيب انك انت تطلع تكسر في جهاز الفني وتكسر في اللعيبة اللي كانت نجوم البطولة بشهادة حتى الاشقاء في السعودية ده السعوديين كانوا وقفين ورانا اخي يعني السعوديين كانوا فرحانين بالاهلي رغم انك انت اقصيت اتحاد جدا اللي هم كانوا شايفينه طبعا مؤهل للمنافسة مع السيتي على البطولة فلما يحصل ده من مصريين قصة التحليل والنقد على فكرة ما لهاش علاقة خالص بتصفية الحسابات وما لهاش علاقة بالترند اغلب للأسف للأسف مش عايزة عمم لكن مش هقول اغلب حتى هقول جزء كبير جدا من الناس اللي بتطلع تتكلم في الشاشات واللي بيتفرد لها مساحات في البرامج والستوديوهات التحليلية مش طلعها تتكلم كورة طلعها عايزة ترند طلعها عايزة تطلع تركب ترند او طلعها عايزة تصف حسابات او طلعها تشتغل بالانتماءات والالوان لكن مش طلعها تشتغل شغلها الأصلي للأسف الشديد وفي النهاية ده لا هيقدم ولا هيأخر ولا هيأثر على النادي الأهلي النادي الأهلي علف صريق كواس جدا ومحدد أدافه بشكل كبير جدا وماعتقدش خلينا متفقين ماعتقدش ان في حد مشرف الكرة المصرية ولا حطت الكرة المصرية على خريطة العالم ولا مخلي وسائل للاعلام في العالم كله بتتكلم على الكرة في مصر غير النادي الأهلي اتمنى والله بكلمكم جد من كل قلبي اتمنى يبقى فيه اربع خمس فرق بيشتغلوا زال النادي الأهلي الكرة في مصر ومنتخب مصر هيروف حتة تانية خالص بس للأسف احنا عندنا يعني مش عاف ثقافة هل هي ثقافة انك تشوف الناجح اللي انت مش قادر تقلده او مش قادر تحقق نفس المستوى بتاعه من نجاح فتباعي ستجيبه لتحت بدل ما تحاول تشتغل على نفسك وتطلع انت لفوق مش فاهم مش قادر اقفهم ده بصراحة في النهاية العيب مش عليهم بس العيب كمان لحقيقة وبالوم على الناس اللي بتدي الفرصة والناس اللي ما بتحسبش والناس اللي ما بتحسبش طيب هنروح للسعودان نهاردة ك تراحة طبعا انا شفت ماتش الستي قراواردز وتبعته طبعا لانه كنت متوقع فريق انا شفتش قراواردز في البطولة شفتش ماتش كلابلي اي اي او انا شفت الهايلايتز بتاعته لكن ما شوفتش في الفريق بشكل كامل لكنه فريق محترم جدا جدا يعني لو بتكلم على الجيل ده على الفريق بتاع النادي الاهلي خد برونزيتين قبل كده مرة على حساب بالمراس ومر على حساب الهلال اللي اتنين كورة والاتنين فنيات اعلى بكتير من قراواردز لكن ده ما يخلكش ابدا ت تتوقع أنه مباراة يوم الجمعة سهلة فديق منظم جدا منضبط جدا كان واقف على رجله الغات ما يستقبل أول هدف طبعا في الشباكو وبمناسبة كان أون جول طبعا السيتي بيلعب على الأد يعني طبعا السيتي اللي احنا شوفنا مبارح مش هو السيتي اللي بيلعب في بريمير ليج هو بيلعب بقى اللي مجهود ممكن لأنه عارف أنه عنده مباراة مباراة نهائي يوم الجمعة فيعني خلصنا بقى اللي مجهود ممكن لكن في النهاية مطش الجمعة لن يكون سهل على الإطلاق والنهارده اللي حا لا ركز عليه زي ما قلت لكم عندنا أفضلية الراح يوم زياد يعني احنا لعبنا أول مبارح فريت مرة مبارح تمرينة خفيفة استشفائية للعيبة اللي شاركت في المباراة وباقية اللعيبة عملت تمرينة كاملة النهارده ميسر كولر قرر أنه هو يريح اللعيبة النهارده رحم التدريبات وبكرة يبدأ ان شاء الله للسعداد لمباراة قراءة وردز يوم الجمعة مرة تانية بقول أربعة ونص ان شاء الله بتوقيتنا في القاهرة فاصل ونشوف حلقتنا النهارده وكل التفاصيل